اهلا وسهلا بحضراتك وكل متابعة تليفزيون يوم السابع في كل مكان وتوطيتنا اليومية اللي بنتابع فيها حالة الطقس خلال الساعات اللي جاية باتتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد الجمعة انخفاض طفيف بدرجات الحرارة حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد اما ليلا يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الانحاء واوضحت ايضا هيئة الارصاد الجوية ان اليوم الجمعة سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ايضا على فترات متقطعة ويكون فيه كمان فرص امطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء واقصى جنوب البلاد كما كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة متوقعة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل حيث يسود طق صحار رتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء مائل الحرارة رتب على السواحل الشمالية حيث يكون ايضا طق صحار رتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل الحرارة رتب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رتب ليلا على القاهرة وباقي الانحاء هيكون في شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية هتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا هيكون فيه نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا اعتبار من يوم الحد 5 سبتمبر هيكون فيه تحسن نسبي في الأحوال الجوية حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين لتلت درجات على كافة الأنحاء أما عن موعيد وتفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة فهي الجمعة 3 سبتمبر هيكون فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة والسبت 4 سبتمبر هيكون فيه فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد أيضا على فترات متقطعة واعتبارا من الثلاث هيكون فيه توقعات بفرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية أيضا على فترات متقطعة قبل ما نختم مع حضراتكم تعطيتنا خلونا نستعرض معاكم درجات الحرارة المتوقعة وهي القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25 درجة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 مطروح العظمى 31 والصغرى 23 سوهاج العظمى 38 والصغرى 23 قناء العظمى 42 والصغرى 26 وأخيرا أصوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة نهاية توطيتنا بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر